القائمة الوطنية من أجل مصر تتصدر مؤشرات الانتخابات في 14 محافظة تصدرت المؤشرات الأولى في اللجان ب14 محافظة تجربة الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى عن تصدر القائمة الوطنية من أجل مصر لعدد الأصوات بيانيها قائمة نداء مصر وحيث تتنافس القائمتان في جنوب وسط السعيد بالإضافة لقائمة غرب الدلتا مع الوضع في الاعتبار أن الهيئة الوطنية لانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020 وبدأ القضاء في فرز الأصوات باللجان الفرعية بحضور مندوبين عن المتنافسين وبعد انتهاء الفرز بينقل كل قادي الصندوق اللي أشرف عليه ومعاه كشف النتائج إلى اللجنة العامة بكل دائرة حيث يتم تجميع نتائج اللي جان الفرعية ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصى أول نوفمبر المقبل وفي النظام الفردي يفوز المراشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة وهي 50% زائد واحد من الأصوات الصحية وبخلاف ذلك يخد الحاصلين على أعلى الأصوات الصحية جولة الإعادة ويكون عددهم دعف المقاعد المخصصة للدائرة أي بمعادل مرشحين لكل مقعد وبتجرى جولة الإعادة بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر بنفس الـ 14 محافظة وهي الجيزة والفيوم بني سويف، المانيا، أسيود، سهاج، كنة، العكسر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، مطروح تمهيد الإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى بفوز 284 نائباً فردي وقوائم في موعد أقصى 30 نوفمبر المقبل وفي النهاية يريد تدعمونا بلايك ويشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته